في كتير ناس لحد هلأ ما بتعرف انه فضل شاكر عنده ابن وبغني كانت محمد فضل شاكر نعمة تم نأمة عايب احنا فينا طيبة احنا مش متل ما الناس صورتنا شو اسوأ عمر اتعرضت له شو ما يخطر عبالغ تعرضت توقفت من المدرسة بعمر صغير يلول ابيك الهابة زعلان من فضل شاكر دولة لبنانية عارفة فضل كل قصته سياسية مش قضائية صار وقت انك تسمع رأي فضل وقصت فضل برأيك اللبنانية كلهم جاهزين يسمعوا اخر همي زعبينهم يسمعوا ولدات فضل ولا مرة نسأل بقولوا لك سلم حالوا لم يندي يسلم حالوا يعني كانت الازمة بلشت عندك بقلب الوسط الفني ناس ما بدون هاد الشخص ينجح اللي هو ابنه لفضل شيرين عبدالوهاد هي صوت مصر هي قادرة كانت تسكت الكل لو اختار ما بين نفسي وما بينك هاترف لو على قلبي يدام بهواك وكفايا للوي صهر وعنات ويايا جواك وعيوني حن وغرم مشتى لعينيك قلبي نادى لك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى يالي بحبك قرب طم من قلب عالى بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتروح تبنى عليك ماشي غل بحالم بعنيك وغرمك وبدو بهواك وكلامك وانا ليه لاليه عليّ طلع على قلبي ده بهواك وكفايا للوي صهر وعنات ويايا قوة عيوني حني وغرم مشتى لعينيك محمد شكر اليوم بي عندي سؤال عندي سؤال واكتر انت جاهز يالي أخضر ولا أحمر أخضر ليه أخضر؟ مبارف هم تعصب هالأيام؟ انا مبارف عصبي بحس شخصيتي عصبية بدي اطلب منك على ايدك اليمين نعم تعددلي أبرز النعم يلي انت بمتنلق له بحياتك اوه كتير 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 أول شيء صحة أهلي عائلتي في كتير نعم يعني ما بعرف هالك بس مسألتني ما بصير معي بلوك ما بيقدر عدلك ايهم بس في كتير غمد عيونك على ايدك شمال شو ناقص بحياة محمد شاكر؟ استقرار عائلتي استقرار عائلتي أمان عائلتي اثبات النجاح والشغل اللي انا طامح له اسبته وبين قدام الناس انه انا مش مجرد شخص ابن شخص انا شخصي و انا قادر اسبت و بس خدني على طفولتك طفولة 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 لبنانية بامتياز كنت اهنب عند اهلي يعني ما كنت ما كنت عزب احنا اختين اخت كبيرة واخت اصغر الحان ورنة كنت عليك مسؤولية اكتر؟ حملتها اي حملتها عزغر بفترة يعني كيف دي قللك كل صحابي كنت بعدني بالجامعة باول بداية الجامعة كل صحابه ورفقاتي بصهرات وضهرات بتعرف يعني فترتها انا لا احملت مسؤولية الحمدلله هالشي لان اخدت دروس عزغر من كم سنة عم نحكي تقريبا محمد؟ عم نحكي من 11 سنة 11 سنة تقريبا ايه؟ أم يعني كانت الازمة بلشت كانت الازمة بلشت قبل الازمة كيف كانت جو البيت؟ كثير حلو ذكريات حلوة فيها هيك يعني لما عم بتذكر في ريحة طيبة كانت جو عائلة حلو اه في حب يعني قليل ما نشوف يوم اسود كانت كلها ايام بيضا ما بعرف يمكن لان يعني طفولة عادة ان هيك بتكون او انا كيس تاني معينة بس كانت أيام أحلب كتير من هلأ بحس يمكن ما ترجع كهالأيام الجمعة وما عندك هم وما عندك خوف من القريب فأدت الأمل؟ مش فأدت الأمل لا أكيد لا فأدت الأمل أبدا ما بعمري حافظ الأمل بس أنه كون هذا الشخص اللي ما بيخاف من اللي حواليه بحس صعبة لأن لما توقع بتشوف الناس على حقيقتها وبتبلش تاخد حيطة وحذر من الكل حواليك لأن الناس بيّن مع الأيام أنه في ناس بتخضر وناس بتأذي ومشكل عالم تمنى لك الخير فبدك تنتبه أنا من الأشخاص يلي لما حب بحب من كل قلب وبعطي فدايما بتوقع أنه وممكن يكون الشخص التاني مثلي بس للأسف ما بلق إياي ده قليل جدا حتى اللي كنا مفاكرين أنا قراب ما في قراب كلام فاضي هادي صراحة ما عم قللك أنا كيس تاني بتمنى يعني اللي عم يسمعني ما يكون بيشبهني يعني كيسمح له أنه القريب أو اللي بيقربك بالدم ما يكون أبدا قريب منك وردية حياة أبن الفنان؟ طبعا بس أنا كيس تاني قبل أنا بعدني بتوفولتك قبل اللي بدي إياه بعمله حكيني حكيني عن بيت فضل شاكر كيف يعني قولت فضل شاكر لما كنا عم نحكي بل أنتو كصغار احترامي للكل أنا مش بس ابن فنان أنا ابن فنان عملاق بالفن كان فضل شاكر لكل واعي على الزمن اللي كان فيه وعنجحيته فعم قللك أنا كيس تاني كان اللي بدي إياه بعمله يعني طبعا مش يمنح يعني مش عاطل بس ما في باب مسكر عاشوا رباكم الحمد لله بي كان مبعدنا كل البعد على الفن يعني ما بعرف فيه كتير ناس لحد هلأ ما بتعرف إن فضل شاكر عنده ابن وبغني كمان فكان كتيرا بعدنا على الفن فربينا تربيه تربيه حلو وأنا حكون صريح معك أنا أم يعني اللي أكتر شي الأم بي كان بحكم سفره وشغله وهيكي فأم اللي تعبت يعطيها العافية كانت قم تلعب دور الأم والبي باديك الفترة باللحظات اللي كانت مثلا يكون والدك راجع من السفر من حفلة ننطره من عطرة مش ببيك ننطره نشوفه لما عيجب السيارة أطفال نركض نحضن كانت أيام حلوة عملك أيام عز غير إنه عز بغض النظر إنه بي كان فنان كبير ولا ما كان فنان الطفولة أحلى بكتير من هلأ هلأ أهم وشغل شبنا شبت تذكر من النجاحات والدك؟ بتذكر وجوه وجوه كانت كلها مليانة حب حواليه يمكن كنت هيك مفكر مثل مين؟ كل حواليه كل حواليه كان يعني ما بعرف كانت وجوه مختلفة جعت لبعدين آآ شفت الوجوه بشكل تاني كليا عن جدع محكي كانوا أقنع محمد فعليا شفت شخص تاني كليا كأني ما بعرفه وصارت معي يعني أحداث معينة عملوا حاله ما بيعرفوني يعني سوري بقى الكلمة أنا كنت اللي بدي هي بس أقول بلاقي حواليه عشر عشرين شخص فعلا هي كانت ما بحيب أحكي هذا الكلام بس هيد الحقيقة هيد الحيات هيد الحياتي بش الحيات هيد الحياتي كانت غير عن جدع محكي بس أنت بتعرف أن الحياة دولاب آآ أو ما كنت بتعرف لا أكيد مين بيعرف ما بتعرف إلا لما أخ توقع في الدولاب لما يبرم عليك لما تكون أمورك طيبة العالم كلها بتحبك جيش حواليك الأخ فيها تكسر آآ وفيها تعمر أنا بالنسبة لإلي آآ هو لل الآخ إذا بتحب تقول آآ بصنع منه إشياء منيحة آآ وما بعمر انكسرت واحد تاني كان التجأ لأمور كتيرة بدون خبرك يعني بس كان ضمر حياته أنا لأ أنا كان مصر إنه مش ابني أرجع بس مصر إنه لأ نحنا فينا طيبة نحنا مش متل ما الناس صورتنا تمام وحنضل هيك والحياة بتكمل بدي شوف أول حب بحياتك نعم ولا أقلك تعرف أول مشكل مع أخواتك أي أحلى آآ أول مشكل مع إختي ألحان حبيبت الحرام تعذبت كثير كنا نتخانق مين يعود قدام بالسيارة لأنه كان هو اللي يختار المسيئة تمام ويختار المود اللي رايحين فيها على المدرسة فأنا لأنت قاعدت قدام أنا قاعد بحمل إيده وبالكف يخلعك يتلابس عاينات فبطير العاينات لتحت على برا السيارة وبقوم أبو فاطل ببلش فتش على عاينات كنا دايما أنا وإختي يعني دايما عنا مشكلنا آمين إنه أخوي كني ميزك عنهم إنك أنت الصبي أمي يمكن يمكن أمي بيلة بيلة بحبنا يعني ما بعمري حسيت بحبني أكتر من أختي ولا بحب أختي أكتر مني ولبك فعلا أمي حراب حتى إخوتي بحسوا هالشي تقول له لأنه إما أنت بتحب حمودي أكتر منه يعني أنا مثلا ما بذكر النهار بي عايت علي مش مد إيد وعايت علي حتى يعني كنا بنظرة خلاص هذا بلبد يعني أمي كانت شحاطة البعيد وكون أمي فلسطينية فعند الله أم تكتشف والدك فاضل شاكر إنه عندك صوت حلو؟ ما بدك تسأله السؤال ولا مرة سألته؟ سألته إنه صوت حلو؟ لا ما بتجرق أقول عايته فضل شاكر هيدا عملاك بالفن أنا حكون جدا صريح معك غير إنه أنا ابنه فنيا هيدا الشخص بالنسبة لإلي كنز لبنان مش عارفين قيمته بس للأسف بلاد برا عارفة قيمته أكتر وفنانين برا عارفين قيمته أكتر لك جاي الأيام الحلوة جاي الأيام الحلوة حيرجع بإذن الله أمتى أنت اكتشفت أنتك بتحب تغني؟ كنت تحس إن أنا بصغير إنه ما عندي صوت بس فيه جواة فنان ممكن كان يغني كان يرسم كان يرقص بس الحمد الله غنينا أي عمر بلشت الدندن بالبيت؟ دندن لما صار معنا القصة بالتحديد آه إيه ما يديك الفترة فاق جواتي إحساس قدرت وصفه بالغناء يعني كل شي فضل شاكل عم بيغني؟ محمد شاكل ما تجرق قبل نهائيا ولا كان ببالي غني بس طلعك مرة بالزمان على المسرح وبالغلط يا الله بالغلط وما كان بدي أنا كنا بمسرح موازين بالمغرب أنا ما يعني ما محضرني ولا مغنى ولا ممرن ولا كنت بغني ولا كنت أتمرن عم نحكي موازين طلع فيه إيه على المسرح بيقلي بيقوله أنا بيقوله إيه تاع بيقوله لا تاع لا تاع لا بروح شو عم بغني كمان روح حبيبي روح يعني أنا بالنسبة إلي هيد من أصعب الأغاني لأن مش إنه بدي عضلات بس بدي إحساس عالي جدا وصعب إنك تقدر تتمكن منه يعني فنانين كتير كبار ما بيقدر يوصلوا لهال الأحساس لا يوصفوا الأحساسهم بهيك غنية يعني جدا عم بيحكيك واللي بيغنيها بيعرف قديه صعب الأغنية فغنيتها تمام فطلحات نزلت من المسرح نزلت على المسرح قلت له ليه طلعتني قال لي شو فيها عادي قال لي مبساطت قلت له إنه حلوة كانت بس إنه ليه استغربت فملقيت الجواب لهلأ يعني ما جاوبني الجواب أولا كان ملاحظ إنه فيه بداخلك فنان ما بعرف عن جد ما بعرف ما بعمري سألته ما بعمري يعني تجرقت اسأله هيك سؤال بتقول محمد لو قد ما حاولنا نسلخ من ذكرتنا الوجعة نفينا نشيلها من ماضينا بدك تتعلم كيف تحول هيدا الأزا وهيدا الماضي لقوة أنا يعني باعتقد وصلت لمرحلة تعلمت هيدا الفن لكيف تحول الطعف لقوة يعني صار عندي هيها صار هلأ أي موقف بصير معي ما يهزني عن جد عم بحكيك تعرضت لكتير أمور شو ما يخطر عبالك تعرضت كله استغليته لل شو أسوأ عمر تعرضت له كنت راجع على البنان صار معي مشكل هيك مع كم حدا فشفت صديق اللي إلي الأحرى كان هو مش صديق كان هو الشخص اللي يضلوا معي يعني بابا كان الوالد عفوان موكل ويضلوا معي فشفته عم يطلع علي وما ما قرب وقف معي يعني ما قرب فلما تكون أمورك طيبة أنت بتلاقي جيش حواليك ولما توقع بتلاقي شخص شخصين وانا بتوقع كنت يعني الناس تكون مثلي كما قلتلك أنه لما يوقع الشخص توقف معه توقف بمحنته بس قليل لا تلاقيها يدي قليل بس ربك شوف مرأة علية مش أشخاص حتى مواقف توصل معي فترة من الفترات ماديا كنا مش مناح لأن أراضي موقفة وحسابات بنك كمان موقفينة وكل شي فماديا زعزع كان الأمور بس والله العزيم محمد ما فيه النهار إلا ما ربك يا بيبعت لك شخص أو بيبعت لك فرصة أنا بالأخص صارت معي هيدي يعني أوصل على الحديد وفجأة الدين الضغري تحسن معي فربك ما بيتركك بتقول أنت مردة محمد إيه إيه أنا بالنسبة إلي إيه طبعا مردين لأن ما بعمر يعني قلت لأ أهلي أو زعالتون رغم كل شي صار معك في مشاعر بتولد جواتنا في مشاكل تعرضت الله في ظروف عم تحكي عنا ما رأت فيها إنت اليوم محمد شاكر غطبا بتلوم زعلان من فضل شاكر لا حبيبي بابا لا لا طبعا لا شوف هكبرك شغلة في مسلسل الوالد حينزل قريبا نعم العنوان بعد ما بعرف شو هو سيرت حياة فضل بينحكى في كل شي مرأة فيه فضل كيف لما كان بالميتم هو صغير بايه وأمه والله يرحمه ويعفى عنه نحطوه بالميتم أمور مدية صعبة كيف كل شي صار معه إله تفسير وبعد عشر سنين بعتقد مع كل اللي صار صار وقت انك تسمع رأي فضل وقصة فضل بشو صار معه مش بموقف معين بكل حياته وبصوت فضل ممكن ممكن خلينا نشوف ممكن لا كيف هاي ممكن الله أعلم ببين معنا ببين معنا بس بتعرف ليه فضل صار معه كل هوله بممكن تصدقه بممكن ما تصدوا انت حر بس بدغ تسمع رأيه وما بعتقد انت فضل بعد عشر سنين بده يكذب بس برأيك اللبنانية كلهم جاهزين يسمعوا هاقل لك شغلة اخر هامة اذا عابلون يسمعوا ولا لا هن قرد مكونين فكرة اللي بدي يصدق يصدق واللي ما بدي يصدق هو حر بس هيدا الشخص هلا صار وقت يقول قصته شوف ما بدي فوت بهالامور بس الدولة اللبنانية عارفة فضل كل قصته سياسية مش قضائية اموره عم تنحل بإذن الله هالسنة ان شاء الله يا رب الرب تنحل مفروض هالسنة مفروض مفروض يعني خلاص ما بقى في شي ما في شي محمد فضل الشاكر انت اليوم ابن فنان في ظلم لحقكم نعم نحنا مكتوب علينا ندفع تمن حيات اهلنا حتى ما نقول بس اغلاطهم يعني حتى النجاحات امرار نحنا بتحمل علينا عبق انه انا شو بدي اقول بعد نجاح والدي واذا اخطأ اوه هذا الاخ اكتر شي واجعني المكارنة عم تكارن كوكب بالغناء مع شخص بعضه جديد عامل كم حفلة مش متمكن بعد بس عندي عندي شي حلو قادر وصله ومقامن فيه بعد علي بس اختار اغني اغني تاني ينجحوا وبعدين الناس بتشوف محمد فضل شاكر نعمة ام نقمة اسمك السلاثة اسمي بالعكس نعمة لدي يكون نقمة اسم والدي وسامع صدر اليوم ما موت يعني بس عم قلت بشكل عبق فني يعني مع انه بشوف حالي فيه وين ما روح بس مقارنة مانه حلوة ابدا يعني مغلوب له بكل حالاتي شو حغني حيوصل لربع اللي غنيه عن جد عم بحكيك غيري كانت اسهل لقلو تمام انا اصعب اذا رجع والدك على المهرجلات والحفلات تقريبا بتوقف؟ لا ليه بديوقف رجع الساحة فضل شاكر شو يعني شو انا موقت انا فنانت وقيت لا بالعكس ببين اكتر محمد بس لما كان فضل شاكر عم بيغني محمد شاكر سكت بتعرف شو اللي صعب لي اموري بالحياة انا سنة ديك سنة كان مفروض يكون عندي عشرين حفلة تقريبا منطعش عشرين حفلة كل ما يجينا حفلة فجأة بعد بيومين ثلاثة توقف عندك بقلب الوسط الفني ناس ما بدون هذا الشخص ينجح اللي هو ابنه لفضل تمام؟ فمستعدين يعملوا كل شي يدفع ويستغلوا علاقاتهم لما تغني انت وما توصل انا لما باي يطلع انا كل ما سيرح العالم افتحت لي مين دي يقل لي لا مين دي يسترجي يقل لي لا ان شاء الله ان شاء الله ليك شوف اخ ان شاء الله ما اوصل عن جدعم افتح البك يا محمد شاكر لان بخاف انا من هالمرحلة اتجبر لان لك تنتقم؟ ما بدي ما بدي اوصل لمرحلة انه انه تعلل انا عندي لان عم قل لك بس اهروك اهروك وظلموك بينك وبين حالك وصارت كتير وصايرة امور معي وما بعمر ردت الاسم ما تلعب بتقول انا خايف ان اتجبر لان دني غير بتصير تلعب غير كل شيء حيصير قلنا الدني دولاب متل ما قسيت عليك اذا فرجت بوجك ما تقسع غيرك او لا او ناطر ما بعرف اذا بقولك حاقسة او ما حاقسة بتمنى ان شاء الله يا ربي يعني ما يكون عندي اياها هذه شغواتي المال بيغير وظروف بتغير فبتمنى هيك يعني بدي على رب العالمين انه ما اتغير انا انا ما توقعت انك توصل لهون بموضوع فضل الشاكر موصلوا للانسان للبناني بالتحديد انه ما يتعطف مع هذا الشخص اختالوا شخصيته صراحة اعلاميا قدروا يختالوا هذه الشخصية تمام مسؤول مسرعة انت شخص فضل واقف معك بكل حياتك وبشتغل معك وبتعرف مين هو وبتعرف معدنه وبتعرف طيبته صرت تخاف توقف مع عدة الشخصية صراحة بس هلأ بطل فيه منه بس معقول فضل هلأ صار قاتل للجيش والمحكم العسكرية قالت ان فضل ما دخلوا بمعركة عبره طب مين اللي بقرر بهذا الموضوع اذا المحكم العسكرية برقيته انا بدي اسمع رأيه فلان ورأيه فلان وخلص انه هيدا قاتل للجيش وهيدا داعش وهيدا كذا ليه؟ لانه عنده رأي كان مغير عن رأيك مين الداعش صار هون؟ مين اللي عم بيكفر التاني صار هون؟ في فيديوهات كمان استخدموها بتقول؟ نعم استخدموها بغير اطار الفيديوهات؟ طبعا وحينحكى عنه بالمسلسل هيدا وحيتعرف حقيقة هيدا الفيديو من وين؟ كيف اخدوه وحطوه بفترة معينة ليقولوا اه فضل شاكر عم بقول عن الجيش اللبناني هيك وهو عار عن الصحة وقائد الجيش انا ذاك وابحب بفوت بالمواضيع سؤال استباقي هل معقول هيدا المسلسل يعني يكون بمثابة تلمية على صورة فضل شاكر؟ بالعكس هيدا المسلسل بالتحديد هو قصة فضل الحقيقية تمام؟ سمعت من كل العالم من شو ما بدك لا ناس سمعت منها مش صار وقت تسمعها من فضل شو بدك بابنه وشو بدك بخيه وشو بدك بكل الناس سمعها من فضل صدقها صدقها ما بدك تصدقها ما تصدقها بس عليك تسمع فضل ولا مرة نسأل ولا مرة نسأل بقول لك سلم حالو لا مين دي سلم حالو عرفت كيف؟ هلأ وقت تاني ليه فوتني؟ مازال صوت فضل شاكر واسمه بيخوفوا بعض الزمله بالفن؟ فيه ناس بيخافوا من هيدا الصوت وبيخافوا من انه ينشال منه نشغل حفلات وكذا بس عيدا رزقها رب العالمين بـ طب راح قللك شي تاني بس فيه ناس ما خافت وفيه ناس قوية وجدعة ونزت على لبنان ووقفت معهم ووصلت لعند فضل شيرين عبدالوهاب ايه طبعا حبيب تقلبي شيرين طبعا اكيد شو بدك اقول لك عننا؟ قول عن شيرين انا موت فيها ليه موت فيها غير انها فنانة حقاللك شغلي هيدا موضوع انا بالنسبة لالي برأي المتواضع انا اعتبرني فنان مبتدق بعدني حلو؟ انا بالنسبة لالي شيرين عبدالوهاب هي بالوقت الحالة صوت مصر شاء من شاء وابا من ابا حلو الكلام؟ هيدا؟ انا بالنسبة لالي حلو when you see لا انا اعطام كالك ولا لا 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 yeah ولا لا لأي حدا بس انا بالنسبة لالي صوت مصر بالوقت الحالي وشوف الصريح والصادق دايما بيكلب الحياة يعني الله يعيني على اللي ما رأت فيه مش هقللك أكتر من هيك إن شاء الله يا رب محني وتعدى علي لأنها فنانة حقيقية و أعطى واصل لا لا أبدا حتى من لما فات عند الوالد أنا ما كنت بتغني الشرين أكيد حيبتقل بشرين وبتغني الأنغام اللي ما بدي أغنيله أو التوبة حقل لك شغلية ست أنغام أول شي بيحترمها بعزة بحب أغنيها بحب غنيلة بحفلاتي بعاداتي تمام تفاجأت باللي صار اللي صار أنه عملت كفر أنا يريدك فاهمني الناس حبت تفاجأت من بين كل الناس اللي غنوا هذا الكفر اختروني لقلي وقلي الشرف طبعا أنه ما غنية للغنية هلا أنا هون إذا صار معك هذا الشي أنت أول شي بيشيك عبالك أنه لاي أنا طب لاي أنا شو عملت أنا شو عملت عاطل حطينا كفر وحطينا كل اللي مفروض نحطه مثل كل الناس شي قال لي أنه بدك تدفع مبلغ موضوع قديم عايب أحكي فيه بس ما تواصلت معه بدي عارف مصر في تواصل معه ولا بهمك يسير في تواصل لا مصر في تواصل معه بس هي قادرة كانت تسكت الكل وتقلون أنا هيدا ابن حبيبي واللي بده إياي غني اللي بده إياه لعن فيه كان شغل مع والدي وفيه دي وكان بيجمع مع الوالد فمفروض هي قادرة كانت تسكت الكل تباركي ما سمعت لا أكيد سمعت أكيد سمعت شوف ما بلومة أنا من محبتي لإله عم غني إذا هي ما بتحب إن أنا غني له هذا شي بيرجع له بس أنا من محبتي لإله ومن محبتي لفن عم غني له بضل غني له وحيرجع غني له وحعمل كفر تاني يلي تكفى همي دندن لي لا هلأ خلاص شوف يا خي بلا ما يعملوا لك دندن بطولنا غلحات انسى الموضوع اختل لغنية تانية طيب بننزل قريبا شو هتنزل غنية لأنغام أنا بحب غنية له ما في شي حدا حيمنعني ليه بدي يمنعوني بسترايك التانية ما بأسر أو منع عادي بنزل لإنستجرام مين في شي لها من الإنستجرام غني دي لأنغام لو اختار ما بين نفسي وما بينك هترف أخذني على الحب حبيبي أول حب حياتي محمد شاكر أيوة هلأ أنا مجوه شو تضغب على الموضوع هتفوت له حدا ليه كتير مقفل على ماضيك لا لأنه بالنسبة لإلي ما بيعنيلي يعني شوف لما تلاقي عن جد سيبك من كل مخافة الزوج للبر كلها الأبور بس لما خلص تحب انت بيأكس على كل شي قبل يعني معقول مادامتك تزعل إذا هلأ قام نحكي أو تغار من ما بعتقد أكبر من هيك بس ما كان حب عجب يا خي فيه فيه عجب بلأ أنا بنعجب ببسينة عادي شو شو الوضوع يعني عادي كثير بتخاف مننا لا مارفتك لا بالعكس مش موضوع خوف حاسب حساب رائد لا طيب أصلي لما كنت بالمدرسة أيوة أنت كنت بالحب شجاع يعني كنت جريء أي طبعا أو بالحب أي بالحب أوي بشرشة رومانسية هدا الشي بعذب لأ أنا لأ إلي لأ لأن ما بتوقع من التاني شو أنا بعطي يعني حعطيك مثال لما بدي حب ما عندي نص وثلاثة ربع وربع عندي يا سفر يا ألف بالمية ولما حب ما بنتر الشخص التاني حبني أنا بس أنا بدي حب بدي حس الشعور حبيتني ولا ما حبيتني تقبلتني ولا ما تقبلتني آخر همي أنا عم حب هيك أنا بنزل للحب ما بعرف تحت أي خانة بينزل هدا الأحساس بس أنا هيك لما كنت نغرم أيوة وتروح للمية بالمية كنت نغرم على أغاني فضل شاكر ولا كان بيبقى والدك مش قادر تفصل ما كنت يعني بيضل والدي يعني ما بيمشي الحال على أغاني ميمكن تنغرم نسمة أبوادية طبعا نسمع إليسا وائل كنت أسمع والدي بس يعني شعور غير غريب شوي والدك عم بغني فهمت علي شعور شوي غريب عن أي عمر تزوجت؟ تزوجت من 3 سنين تقريبا نعم أنت وكاترينا نعم صحيح كيف تعرفته؟ تعرفتنا من خلال رفقة يعني أنا كان عبالي تعرف عليه من قبل بس ليش؟ شفتها على إنستغرام؟ لا 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 من خلال رفقة من خلال قريبينة تعرفت عليها أنا ما بحب أحكي كثير يعني بمواضيع يعني يعني بحب يعني أنا بخليها لقالة ما بحب يعني لا مش لا بدي خاف لا تختار حب الأول والأخير هذا بس كيف بدي أقلك ما بحب حط هادي الحياة الخاصة للي للعلن محافظ بطريق مشاعره؟ يمكن شوي عقليتي شارئية بهذا الموضوع بالتحديد لا بدي لا بدي شارك أنا حب لمرتي مع كل العالم أنا بالنسبة لأيلي مع احترام للكل عيب عيب لا إلي لا إلي ولا مرت خصوصياتنا لا بدي بيّن إنو إذا بيّنت يعني على السوشيال ميديا أو العيب يعني أنا بحب أكتر مثلا مين قرر تملي أعلنت زواجك على السوشيال ميديا؟ لازم لازم تعلن بالموضوع أنت لما تجوّس بتعمل عرس وهي إشهار مع الكبير والصغير عرسك يعني هي الإشهار طبعا ضروري لازم بشوف حالي بالموضوع مرت إذا أكيد بس برجع بقل لك ما ضروري كمان كل شوي بوجج الناس أنا بالنسبة لقلي بحسها غلط شو يعني أنت شرقي بتفكيرك بالـ 2024 شوف إذا ما بتعمل حدود بكل شي تمام أغطيني تفصيلي يوصل لما بيتصحصح لك يعني مزبوطين ما بيّمش الحال أنا للجل ما فيني بتاع تاع روح روح ما في نكون هيك مزبوطين طيب شوف رأيي أنا هيك بحب كوني أنت بيصير رجال تاع تاع روح روح لما شوف هاش شوفات يعني حمدت ربي أنه أنا مش هيك راسي فسلش يعني رجل شرقي بالـ 2024 يكون عندك غيرة تمام على عرضك مش غيرة أنه ممنوع تدهر وممنوع مش تملك تختغار على عرضك شو بدّك قلّك يعني ما بنوع تلبسة قصير ما بقلّه بس هي بتعرف شو لازم وشو لأ ايه طبعا بدا تحت طبعا أنا بزعلني هدا الشي يعني أنا إذا فيه شي بزعلها ما باعمله مدوم ما تقلّي بدّك تحس ديكون عندك كمان أحساس وشعور لشو العلاقة لك هانا يعني هي بس أنك تزوّجت وشبت أولاده وخلص يعطيك العافية الأمور تبازني معكن حتى كمان من ناحيتك ايه طبعا شو بدّك بحقلة تقلّك مثلا هيدا ممنوع ما بقلّك ما في منّا هيدا الممنوع في احترام بعرف أنا لما يزعله شي ببين الزعل عليّ وهي لما يزعلني شي ببين عليّ الزعل فتعرف أنه تتقبيه هيدا الموضوع وتبعد عنه أو تقلّل منه إذا قلّت لك ما تعمل هيك الرجال الشرقي اللي فيك بيتقبل أو لا هلّا أوقات بتقلّي وأنا بعمل هيك ماني كامل الرجال نعم بالنسبة لي قلّك ما بقى رجل اليوم بعصرنا قلّه 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 ابنك صبي نعم عشو بتربيه أول شي بدّه يحترم البنت أنا ما في منّا هيدا بعدين أنه يعمل اللي بدّه إياه لا ممنوع بدّك تحترم البنت ممنوع تقلّل احترامك للبنت أنا حربي ابني أكتر ما ربي ابنتي ابنتي إما بتربيها إن شاء الله وبتعرف شو تعملوا هيك بس ابني اللي بدّه تربيه بعدين فوتنا بالحيطان ممنوع يجوّز مرتين وثلاثة ما بأمن فيها أنا عيدة تحب مرتين وتتجوّز مرتين بحسّة غلط إذا بالدين موجودة ولا مش موجودة أنا بالنسبة إليه غلط يعني أول شي بدّي تجبر خاطر شخص اللي معه انت هيك بى هالطريقة بكون عم تجبر لي خاطرة هذا غلط مش منطقة صراحة أنا بالوقت الحالي بتعبر عن مشاعرك ب��ه شريكتك إيه أكيد طبعا ضروري بتبكي قدامي لا لا طبعا لا لا أكيد لا بتنكسر إذا بكيت قدامي بحس بش قصة إنك بنكسر بحس أنا مفروض تكون سند مفروض تكون قوي مفروض تكون دعم فما فيك يعني تبين هادي طبعا لما بتبكي عا مين بتروح ولا لحدا لحالة إذا هادي إذا حتى لما أزعل مثلا بشهق أوقات مثلا عرفت كيف بشهق بس ما ببكي ببكي يعني بحس إنه عم بخصوبة غصب إنه ما تنزل آخر مرة بكيت سمعت وقتها كم كلمة هيك من بي بتحديد زعلني الموضوع إنه إنه أنا مني منيح بحق عائلتي فأنا كل حياتي مسخر العائلة حالة يمكن هو ما قصده بس أثر فيه الموضوع كتير لأنه ضحب عمري أنا كلمة لعائلتي فوقتها بكيت وقتها بكيت بس هو قال عن حاله إنه ما منيح بحق عائلتي ولا عنك أنت أنا لأن صايرة شغلة هيك بالعائلة مزعلن؟ أتزعلت أنا وإختي صغيري فما كنت تتحنون معه بكفاية بعتقد ما هو حق بعتقد ما هو حق بس بوقتها ما تقبلتها تصالحته اليوم؟ ما حكينا بالموضوع وما في شيء لأتصالح معه يمكن ما هو حق ويمكن ما هو حق أنت واختك أنا واخت صغيري حبيبتي رانا كمان تعزبت حرام شو بتقلل اليومنا رانا؟ رانا بألف رجال هايدي أول شغلة حرام لأن بعمر الصغير تحملت أشياء ما كان مفروض تسمعها وتشوفها وتتحملها توقفت من المدرسة بعمر صغير كلمة المدايقات وهيكي اللولة بيك إلهابة وكلام طالع نازل حرام طفلة فعانت مع الوقت بحس فيه صار عندها تراكمات وأنا ما كنت منتبه لهالتراكمات لأن مشغول كنت بأمور العيلة وشغلة وشغل بي فهلأ عم برجع براجع نفسي وعم فكر بالموضوع بحس ظلمتها معي حرام حبيبتي عن جاد فكرة كتير مريح انت تصدي؟ كتير كتير مريح مش شوي كمل وانت أحساسك حلو ومشاعرك صادقة محمد قبل ما نختم هيدا الفصل نشوف نحنا أولاد منكبر نتعلم ومنغلط الحياة بتحطنا بطريق سألت حالك بينك وبين حالك بمرة من المرات ليش أنا عم بيصير معي كل هيدا الشي؟ بس ما خليت وتملكني السؤال ما كان جزء من حياتي من السؤال اللي بتردد بابالك اليوم اجيك جواب؟ لا طبعا ما بيجيك جواب باقي شي انت ما بيمرو عليك أمور صعبة صح تسأل حالك هالسؤال أو أيت طبعا شاء الله لا يدوقك يعني بس هيدا اللي بيخسر مثلا حدا بيحبه ولايك ما بيسأل حاله هيدا السؤال ليه أنا مثلا أكيد بس ما بحس حتلاقي الجواب فحاولت دايما ابعدوا هيدا السؤال عن بالي بتقول علاجت حالك بحالك؟ أو زرت حكيم نفساني أو لأ؟ حيكيف علي الحكيم نفساني حيكيف على الآخر علي وبرأيه ما نحكي بكتير أمور خليه هيك فيه سوسبنس لألو لا طبعا وليكون عنده واضيع طب ما نحكي فيه ومن هلأ زرت حكيم نفساني؟ زرت ايه زرت استفدت؟ مرة واحدة ايه وحسيت بشعور اللي عم حسه هل أنه عم عم فضل ايه لما تضعف بتروح للفن؟ ايه يلا رقح للفن ايه بروح للفن بالفن؟ شو أكبر تحدي عم بيواجهك اليوم؟ اختيار الأغني اختيار الأغني مشكلة شوي هيك إرباك بالفترة القبل كنت عم حاول أرد اللي بدي يسمعني هلأ بدي أرد نفسي بدي أرد أنا شو عبية اللي غني وشو عبية اللي يسمع على الناس واللي بدي يسمعني يسمعني واللي ما بدي يسمعني هو حر بس هالفترة بدي يسمع على حالي عن جد عم بحكيك كانت بالقبل عم برد جمهور فضل وشو عبية اللي يسمع وشو ممكن أنا غني وشو قوان ممكن قادر يجيب جمهور جديد بس هلأ بصلت لمرحلة انه طب ليه عم فكريك؟ طب أنا فنان بدي غني الحال وبدأ تنعب اللي أنا عم غنيه وحسه من كل قلبي يطلع للناس تحسه وهلأ ما حدا حيصدقني يعني بيفهم منك اليوم الزوء العام مختلف عن شو أنت عبية لك؟ ايه طبعا طبعا فرجينا هلأ الفنانين ايه كلاس اللي بتسمو ايه كلاس شو عم بنزل ومين عم يسمع له أغانيه؟ كلا ياتن كلا ياتن تمام؟ تمان استثناء اي حدا كله عم يشتري فيوز ولو ما بيشتروا فيوز بيبينوا قديه هن صغار قدام جمهورن ما بيطلع خمسين ستين ألف فيو أغانيهم كلا ياتن عم بنزلوا أغاني مش هادا الناس اللي بدا تسمعوه بس الناس عم تفتش على ستوري تالينج يعني ليه مثلا حسميه لك ليه الأخرص والشامي والسلاوي هو للشباب ليه عم ينجحوا لان بعدوا عن إطار الأغني الشرقية اللي بتعودين عليها وراحوا ل للكلمة الشبابية الشوارع اللي بتنقال بين الناس وستوري تالينج عم يحكوا قصة هن لمسوه حسوه مين حبيت بندة ثلاثة؟ الأخرص السلاوي أم الشعبي؟ هيزعلوا مني كلهم يعني صراحة فبفضل مجيه بحدا صوت ميني بيعجبك؟ الأخرص لو اشتغل على حاله وحرام الله يعينه بفهم أنا بفهمه للأخرص لأنه نحط تحت سبوتلايت بأول أغنيتين نجحوا معه وبعده ما كان عنده الخبرة متل ما صار معي أنا وقع بفخ إن شاء الله يقدر يطلع منه بس بها الفترة أنا عم بلمسني الشامي لأنه بغض النظر إذا هلأ هو ناجح ولا لا بس عنده بيس عنده صوت صبي وقدر يغني متل ما أنا عم اتمرن هو لازم يتمرن كمان أغنية عم بيصيب جمهور معين وقدر يجيب أرقام حلوة وبيكتب موهوب كتير وبيكتب كمان فبحس الشامي حيضاين حيضاين سلاوي؟ لا والأيام جاية بيناتنا بتمنى لهم كل خير مش عن حسد عم قولها هاشي بس هدا رأيي بس ليه السلاوي ما بيضاين برأيك؟ لأن مفي بيس بس شفت حفلته بلبنان أو بدبي بتبقى سولد أوت؟ ما في بيس أنا هيدا رأيي حيزعل مني كتير أنا عارف ويمكن جمهوره يزعل مني ويحربني وأنا عارف بس أنا كفنان مبتدئ كل اللي غنيته ما جابه اللي يمكن للمشاهدات اللي عنده بس هيدا رأيي تمام؟ تمنى ما يزعل مني بتمنى يكون هيدا الموضوع يشتغل على حاله أكتر الحفلة بتعري الفنان بتبين حقيقته بلا ثلاثة إذا بلاك تعمل ديو مين بتختار؟ ولا حدا منهم لأنه هني ناشحين أنا لسه بعد ما نجحت تمام؟ أنا بعد ما بعتبر حالة بداياتي ما قصني الأغني محمد أخدتك وقت لتكتشف موهبتك ولا تقتنع بينك وبين حالك أنه أنا فعلا يخي موهوب لأنني كنت كارن حالي دايما أنه بوالدي حظني فاشل إذا بظني بكارن حالي صراحة عملاك بالفن عملاك كبير بالفن عن جد عم بحكيك فاضل شاكر سيبك كل اللي غنيه باستوديوات كي أغايب له على قلبه ومعقول ودحكة الدنيا وفترقنا وفنلا يليك كلها الأغاني الحلوة سمعوا بالحفلات زلمة مش معقول سمعت نانسي عجر معمد غني لفضل؟ عشقتك؟ بتجنن بالبقلة هيدا اللون حبه فضل سمعه؟ ما بعرف خلينا اسأله أنت حبيته؟ نانسي بتغنن فنانة كبيرة أكيد قلتلي اليوم عم تجتمع على أغاني مختلفة ست أغاني مختلفين عن بعض مصري ولبناني بتفكر بالخليجي كمان؟ لا 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 حاليا لا خليني أكل أول بطيخ ندوق منا إحنا باللبنان منكمل مصري اللي بدك تغني على طريقتك وحكينا عن نماذي الشبابية ناجحة وعطيت رأيك فيهم تحيينا هل قلونا ثلاثة إن كان لأخراس الشامي والسلاوي بتمنى، بتمنى ما يزعلوا مني أنا عارف أن يزعلوا مني بس إني بينوا بالنفسهم بيعرفوا أنه فيه عندهم ضعف بمحل مان بس خلوا قلو انو ماتوا جديد شوف أنا هلأ عم برجع براجعة حالي غلط إنو قولو كنت على الكاميرا مفروض قلو لقلوهم بس أنا ما عندي تواصل مان يمكن ما بيعرفوني حتى أن إجي قلو واحد اتنين تبع حالها حيقول عم نحكي عن سرد القصة بالغنية هيدا اللي حتاعتمده اليوم هيدا سرد النجاح بعتده بالاغنية بالوقت الحالي سرد القصة رح تخبرنا قصص ومواضيع ايه قصص من حياتي وقصص بتخيل ما عشتها بس بحط حالي بهيك حالي يعني فهمت عليه شو قصدي بتعيش الحالي لو انت ما عشت عن حقيقة ايه طبعا طبعا بس بوقت من الايام حسيته هيدا الشعور بس هلا يمكن مش عايشه مم كمت عليها غدر مثلا فرق مثلا كله هلا يمكن مش عايشه بس مرأة بحياتك ايه مرأة بعد من حط اللي بحياتك مرأة اي مشاعر اي تجارب كل شيء عدل لي هون سكسويل مرأة عليها غدر غدر فرق خيانة حب غرام كتير امور كل شيء مرأة عليها عن جد كل كل شيء مرأة عليها هون كله ان رح توظفهم بفنك عايش طلعاته بنزلات الحياة وهيدا شيء كتير حلو ابن الفنان حتما رح بيكون فنان لا لا اليوم انت ابن فضل شيكر بس ووليد الحلانة ابن كمانة فارس الغناء العربي عاصر الحلانة نعم كيف شفت تجربته كان اسرع بانتشاره ايه طبعا بيشتغل الصبيب غني صوته حلو ما نقصه شيء بس كانت اسرع ايه اكيد علاقات والده اكيد اسرع بيستاهل بس مش يعني ما بيستاهل تحب اغاني؟ بسمع له بس مش يعني بسمع له جديده بس مش من سميعته لان اللون هيدا ما بيهواي يعني ما بش هو اللي بيلجأ له من الجيل القبل او نجوم الصف الاول مين بعده بيعجبك اليوم؟ يعني شيرين اكيد السؤال لما طلعت من المخيم ومستوجوبه ما سألت ما فكرت لا 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 شيرين لا والله ما تطمنت ليا ما حسيت انه انه بدي تطمن عليها انه ما بعرف انا عندي مشكلة بحس يعني ما بحب كون تقيل على الثاني بفكر كتير بالموضوع ما بعرف اذا خجل ولا لا بس عنجا ما بحب كون تقيل يعني حتى بالاعياد بالمناسبات ما ببعث ما بكون هيك بس عبالي بس ما بحب كون تقيل طيب هلأ هلأ بحدي فرصة لا شيرين شو بتقول له نعم شو بتقول له لا شيرين يا رب الله يجعل يبعث لك ايام حلوة تستاهلة انت نظيفة طيبة بتشبهينها بتشبهين إلي بالتحديد بتمنالك ايام حلوة وبعتقد محن ومرت وكل مر سيمر قلت لي مين كمان اصالة طبعا فنانة كبيرة مسبوطين بسمع 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 بس هلأ ما عم بقدر ركز لك بفنان معين بس باخر فترة عم حاول اسمع او عم حب اسمع لفنانين جداد يمكن منهم كميرشل منهم كتير بالسوق بس فنانين عندهم اشي جديدي عندهم مواهب جديدي يطرحوها متل في فنان اسمها غاليا سمعت فيها بتغني وخامتها كتير حلوة صبية هيك صغيرة محجبة بس بتغني بتغني اسمعت كمان لفرج سليمان فرجت مواهب جديدة مواضيع جديدة عم حب اسمع هاي المواضيع ليش نجوم الصفلة اليوم ملات لك ملات لك ملات خلاص بكفة غيروا للموجة كتير شي ممل صار كتير ممل وما بعرف على شو يعني شو الله عبر حفلتهم سولد اوت في مصالح مش متشاركة مع متعاهدين حفلات وياما ياما حفلات سولد اوت كان ما فيها غير خمسين تيكت ما بيوعها بس بعبوا ياما ويسأله وبتعرف انت بالوسط وبتعرف انت فنان وبتحكي انك موهوب وعندك احساس كيف اجدك الجرق تغني لها هاي فواهبة فناني هاي فلاي من فناني مانا فناني هاي فلاي ما حدا قال مانا فناني فناني كبير وانا بحبها وباحترامي انا عم بحكي عن النمط الموسيقى مش عن الشخص انا بكنن لك كل الحب والاحترام طبعا وانا كمان بس بشدهم الموضوع وغنية بتجنن وغنية بتجنن وعنده اغاني كتير حلوة وعبالي غنية لها اكتر مثل كتير 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 عندها تسمي لي غنية تانية غير حد قلبي يا حيات قلبي شوف انا كان بهديك الفترة عبالي اخد هيدا النمط الاغاني اللي بوقتها ما نحطت بإطار كيف تقولك نحطت بإطار الغنج والدلع وعبالي غنية يعني تسمع الناس غنية تانية لهايفا لهايفا غير حياة قلبي رجب لا ما بحس بغنية لانه كتير مدلع يعني ما فينا غنية هذا الستيل اما يا حيات قلبي كلها شجن فعلا كلها فيها احساس عادة كيف بتقول يا حيات قلبي يا حيات قلبي وكل منهى معك عمري ما قلت الطاب ولا ليلة زمن فكرة نازل كلامك بالختام بحكي عن الخنات بس قبل قادرين نمشى عكس الوقت وعكس الزمن الله وعلا عم بتحاول كنت قبل ايه كنت قبل ايه ما شاء الله لا بقلك بدك تسلخ حالك لما تتعرض لهيك شي بحياتك بيصدم يا بيكسرك وبتضلخ عايش بالقديم يا بتنسى الموضوع وكمل القديم عن جدا عم بحكيك شي لازم يعني بتمنى اللي عم يحضرونا اذا حدا مارق بايك شي ينسى اي شي صاير معه انت مش انت الماضي انت الحاضر صح والحاضر حقرر نحنا شو بالمستقبل بالخنات بخانة الحب مين بتحط خانة الحب مرت اكيد خانة العتاب العتاب متعهدين حفلات كان بيه لهم الفضل عليهم ما وقفوا معي بخانة الخزلين خزلين كتير واخر اهمة كتار كتار كتير كتار عد شعر راسي واخر اهمة محمد كتر الوجع وكتر الخزلين والقلم شو بيعملوا بالانسان اوه بتجردك من مشاعرك لا ليه بتجردني اوه طبعا اوه بتبطل تزعل بتبطل تأسف على شي لا بس بتتعلم انت مين اللي بيستاهل يعني برجع عدلك انا ما بعرف حب نص وربع وثلتة ربع يا الف بالمية يا سفر ب Queens بيخل انت السماح من بتسامح حالي بسامى حالي لان في محلات كن بحق حالي اليوم ش بتقول نا محمد يللي سامحتو بيزورنا اوقات محمد الصغير بحسو زعلان اوقات انه لا ما عم نرجع مبسوطين متل قبل وضحك ومسخرة فبزعل عليه بزعل عليه صراحة بتقول له جاي الايام طبعا طبعا لك شوف الايام انت بدك تعملها بدك تصنع انت الايام الايام ما حتيجي تعلمتها هيدي بعد مدي ما بعمر حتيجي الايام اذا انت ما بتصنع الايام الحلوة هي هون الماينسات اذا انت ما بتفكر بهالطريقة حتضلك خرقان ببحر عميق بهذا حكيت مع محمد الصغير لمحمد شو بتقول له لمحمد لقلك بدي قلك الله يعينك على هالوسط بس اك يعني انا بحس فيك كمان وسط منه هين وانت لو ما قد حالك انت مكنت هون بهالبرنامج على القليلة ولو ما قد حالك يمكن كسروك يمكن بس انت بتعرف مين انت هذا اللي باللغ ايام بنالغ ايام حلوة لا هلا اندمت على المؤابنة ولا لا 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 بدي اندم بالعكس 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 كنت خايفان شوي بس انا قلت يتغير هو عم بحاورني لان العالم عندها المسكنسابشن لما تقول محمد وابن فضل بياخدوا فكرة معي بغد النظر شو الفكرة بس بياخدوا فكرة عني بكونوا فكرة مغالطة كتير وبعادي كتير عن مين انا وابس انصار معك نفس الشي واتغيرت شي انت تغيرت اتغيرت ولا ما في احد الوقت عن جدا عم بحكيك الحوار معك كتير مريح عم بقلك انا يعني ما كان عبيل احكي بهالامور ابدا بس ارتحت ريحتني وللأسف ريحتني بالعكس لان ما عبيل احكي فيهون بسير المميل بالعكس بقلك في ختام الحلقة تعلمت من هذا البرنامج قد مهم اني اسمع فيني يقول اتعلم الدرس ما احكم على شخص قبل ما اسمعه كرمل هيك اليوم اصرت تكون معي وكل نسمع لقلك وناطر كل جديدك لانه بحقلك تكون فنان ملك نفسك وملك جمهورك وتحقق نجاحات وما في شي رح يمنعك وما حدا رح يدفع تمن غيره لمست انه من قلبك عن جدا عم بحكي اشتركوا في القناة